كاف فان كاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة واش الجامعة بقى عايشة في أزمة واش هالأزمة كتزيد ولكتنقص بعجالة وباختصار حسب علم الجامعة لازالت تعيش الأزمة المالية يعني لحد الساعة باقي الوضع لما هو عليه يعني أزمة مالية خانقة من اسم الجامعة الطانجة اللي نتمنى أنه في المستقبل القريب تحل ويكون الوضع يعني أفضل من هذا الوضع الذي نشتغل فيه كاميرا قنات كاب 24 عينت واحد مجموعات لإصلاحات داخل بنايات الجامعة وبالخصوص مكتب السيد الرئيس على ماذا تعلقون يعني كين واحد النوع من التنقض بين هاد الأزمة وبين هاد الإصلاحات اللي كتعرفة الجامعة شنو شنو يمكن تقولون ناليا الحقيقة الإصلاحات أنا الحساب الرأي دي إصلاحات تبقى يعني إصلاحات ما كينش يغل في مكتب الرئيس بالمناسبة لكن حساب الطابق الأرضي اللي غيسهن المرتفقين النهو في عود غيجين الجامعة ويطلع الطبقة الثالثة ولا الرابعة ولا السبعة غيبقى في الطابق الأرضي وتم غيقضي وحد مجموعة دي المصالح الإدارية دي يعني أولا الشيق الأول اللي خسنا نركزه عليه هو هذا هو تسهيل مهما المرتفقين أما الإصلاحات دي للطابق السابعي في المكتب دي الرئيس أنا لا علم بي بالفحوة ديالها يعني بتكلفة المالية ديالها وكذا رغم أنني لا أعارض هذه القضية ديال الإصلاح حوصا أن البناء يعني بناية يعني تعملت يعني تقادم شيئا ما إصلاحات في المرتفقين وإلا في المكتب ديال سيد الرئيس يجب أن نتحدثه على المردودية هذا هو المهم وأن المردودية شنو هي وشكرا أنا الرأي ديالي هذه الإصلاحات مخصوم شي صلحه كيقوله فلوس ما كين شي ويش كي صلحه هذا النساد إذا الميزانية مقاطعة الميزانية مقاطعة نحن الشيادة اللي كنصرفه على البيروس على ديمشين عدلوا الطرقان عدلوا الإناران عدلوا بزرد الأشياء اللي خستتعدل فيما يخص الإصلاحات اللي كعرفها المكتب ديال سيد الرئيس الجامعة كنظن أن المكان والزمن أي مناسب لأن هذا مشكلة ديالجامعة وليس المقاطعة